لأن دي نقطة يعني هو تم تنفيذ الحكم عليه وهو شريك أساسي في نفس القضية ولم يتم تنفيذ الحكم على النائب سعيد حساسين والحكم صدر قبل دخوله طب ازاي بقى يعني طب التبريل المنطقي ايه او التبريل لتنفيذ الحكم على شخصه او متهم ومتهم الاخر ان النائب سعيد حساسين نفوذه حميه ان هو يتم القبض عليه بدليل ان الراجل الاولاني اللي هو المتهم الاول في الجريمة اتقبض عليه ونفس العقوبة وما زال سعيد حساسين حر طليقه بالرغم ان سعيد حساسين هو الفعل الاصلي الراجل ده كان راجل غلبان كده وبس راح يعترف على نفسه ان هو يعني صاحب المصنع وان هو اللي بيديره ولكن النائب العامة قد فاطنت ان النداء مجرد اعترف بس حبسته برضو بقى اعترف على نفسه لكن حبسته بالاشتراك مع سعيد حساسين لكن ليه بقى هو نفذه سعيد حساسين تنفذ العقوبة وخرج نسأل مين بقى نسأل مين نازال حر طريق لحد دلوقتي بالرغم موجود احكام عليه ويشرع علينا ويشرع علينا قوانيك كمان لا هي حر طريق ولمتهم الاخر في نفس القضية تم حبسه يعني ده سؤال اخر او جزئي طيب تفسير ده وانعكاز ده على الصورة الذهنية بقى للبرلمان المصري والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بقى مصر وبرى مصر طبعا الموضوع ده بيصيب يعني يصيب ناس كتير قوي بالغسيان وحاجة مقززة فعلا ولكن الواقع المر او الحقيقة اللي احنا جميعا نعلمها انه وفق الدستور فرئيس الجمهورية هو رئيس السلطة السلاسة التشريعية والتنفيذية والقضائية احنا بنطالب السادة الرئيس يعني الله يكون فعلا كل واحد عنده مشكلة يطالب الرئيس دي حقيقة مرة فعلا احنا موجودة ومحدش اعرف حلة بفضل حضرتك اصدر اوامر للناس دي تتدخل لتنفيذ الاحكام سواء على سعيد حسين او على غيره احنا بنطالب الاحكام دي تبقى نفذة على الجميع القانون يطبق اذا كنا نريد ان نحيا في دولة المؤسسات ودولة القوانين فلابد ان يطبق على الجميع وإلا فلا احنا النهاردة عاوزين نحيا نبقى ماشيين كلنا بطريقة واحدة الحكم ينفذ على الجميع الغلطان يتحاسب احنا النهاردة لو احنا بنتجنى علينا حاسب احنا ايضا احنا كمان برنامج دي نفس القصة نحن النهاردة بنطالب استيد الرئيس ان يصدر اوامر والجهات القضائية والجهات التنفيذية والجهات التشريعية باعتبارك وفقا للدستور رئيس السلطات الثلاث عاوزين تنفيذ القانون عليه وعلى غيره واجابة للأسئلة يعني برضو نوجه نفس الأسئلة لدكتور علي عبدالعال ولمجلس النواب لان هي أسئلة اعتقد ان هي منطقية وانا بطالب الأسادزة يقدموا طلب للنقب العام الصبح فورا ضد اللجنة اللي هي المشرفة على الانتخابات بتاعت مجلس النواب هذا الشخص كانت علي احكام فين كلام ده لا 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 لازم فيه ده فيه بلاغ لنقب العام ضد اللجنة القضائية اللي كانت مشرفة على الانتخابات اللجنة القضائية بنجاح وحصول على المعقعات خلاص دورها لا لا ما فيش حاجة بنجاح والنهاردة حضرتك الأحكام يبدأ يبدأ لا لا معلش نهاردة قبل ما يروح بيقدم أوراقه أنا عندي أحكام عليه انت النهاردة قبلته ازاي مفروض ان هو بيقدم لك صحيفة الحالة الجنائية عنده انه لاشي جابها مزورة يتحاسب حد ساعده في الدخلية او في غير الدخلية يتحاسب هي دي الجزئة والصغرة بقى لازم يتقدم بلاغ لنقب العام فورا دي الجزئة والصغرة اللي هي في قانون مباشرة الحيوة السياسية انه القانون اشترت انه اللي اعتقد اولى محكمة النقض هي اللي بتتولى الفحص الفص تبقى للدسور فصحة العدوية وبالتالي وقصلتها على فئتين اول حاجة انه يكون حد من حزب السياسي او يكون منافس ليه وليس اي حد اخري وده عورة تشريعي في الحقيقة محتاج تعديل وبالتالي هو داخل البرلمان تحت مظلة هذا القانون لكن دخول البرلمان وعليه الأحكام الجنية دي دي منعة من مباشته لحقه في البرلمان بس بالإجراءات اللي نصر القانونية رفع الحصانة عنه واتخاذ الإجراءات ضده وده احنا بنوجهها للسيد الدكتور ناب رئيس البرلمان هو يتولى اتخاذ هذه